أعزائنا متابعي المربع نت لأخبار السيارات اليوم نقدم لكم بعدما قامت تويوتا بالكشف عن سيارتها الكاميري خلال الأشهر الماضية رسميا كشفت وكالة تويوتا في السعودية عنها رسميا أخيرا وتبدو السيارة أكثر شراسة بكثير من الطراز السابق وتتمتع بوجهة أمامية قوية مع شبك نحيف تحيط به أضواء LED أمامية كما يتمتع الطراز بفوهات هوائية كبيرة الحجم وأضواء ضباب مستطيلة الشكل مع صادم خلفي جديد أما تصميم المقصورة الداخلية فبقي على حاله تقريبا من الجيل السابق ويمكننا مشاهدة عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع وأدوات تحكم معدلة مع كونسول وسطي محدث ولم توفر تويوتا أي معلومات عن مواصفات المحرك ولكن من المتوقع أيضا أن تبقى نفس الخيارات من المحركات من الجيل الماضي والتي تتضمن محركا ربعي الأسطوانات بساعة 2.5 لتر ومحرك في 6 ساعة 3.5 لتر أخيرا لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناة المربع نت ليصلك كل يوم آخر أخبار السيارات ترجمة نانسي قنقر